اشتركوا في القناة وقرأت كل يوم جزء سوف تكتشف الكثير من الحقائق العلمية في هذا الجزء الجزء الخامس أيها الأحبة فيه آية عجيبة الله تعالى يقول فيها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة سورة النساء العجيب أننا إذا رصدنا أو تأملنا كلمة ذرة في القرآن دائما الله تعالى لا يذكر كلمة ذرة هكذا منفردة بل دائما مثقال ذرة هذا التركيب العلمي عجيب يعني لماذا مثقال؟ منذ ألاف السنين كان الناس يظنون أن الذرة وهي أصغر جزء من المادة لا وزن لها أو لا يمكن وزنها ولكن تبين حديثا أن الذرة لها وزن وهي ثقيلة بالنسبة لحجمها بالنسبة للحجم الذي تشغله ثقيلة جدا تعتبر لأن معظم الذرة فارغ تتركز كتلة الذرة في نواتها وبالتالي فإن الدقة العلمية للقرآن يعني تأتي بشكل مذهل أنك تجد أن كلمة ذرة دائما ترتبط بالمثقال أو الثقل وبالفعل اليوم نحن عندما نريد أن نكتب أي عنصر في الكيمياء اليورانيوم الأكسوجين الهيدروجين أي عنصر لا يمكن أن تكتبه هكذا إلا تضع وزنه الذر الوزن الذر له لماذا؟ لأن نفس العنصر تجد له عدة نظائر يعني الحديد مثلا هناك الحديد 56 57 58 إلى آخر هذه السلسلة الخاصة بنظائر هذا العنصر لا يمكن أن نكتب مثلا ذرة حديدها فقط يجب أن تكتب وزن هذه الذرة ما هو وزنها حتى تتعرف على نوع العنصر بالضبط لأنه لا يوجد عنصر واحد للحديد بل عدة نظائر أو أشكال وكل يختلف من حيث الثقل لذلك الله تعالى لم يذكر الذرة في القرآن إلا وذكر أمامها الثقل مثقال ذرة سبحان الله أيها الأحبة هذا الجلد الحقيقة لم يكن أحد يعلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه أعصاب للإحساس بالحرارة والبرودة تنقل الألم إلى الدماغ إذا احترق الجلد احتراقا كاملا تحترق هذه النهايات العصبية وبالتالي لم يعد يشعر الإنسان بالألم فإذا أردنا أن يشعر هذا الإنسان بألم الحرارة وبالعذاب يجب أن يبدل الجلد سبحان الله في سورة النساء آية عظيمة الله تعالى يقول فيها إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما لماذا قال نضجت لم يقل احترقت لأن الاحتراق له درجات الدرجة الأولى والثانية لا تحرق الأعصاب بشكل كامل يبقى هناك ألم ولكن عند الدرجة الثالثة والرابعة ينضج الجلد وتذوب هذه النهايات العصبية وبالتالي يفقد الإحساس بالألم لذلك قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إشارة إلى آلية الإحساس بالعذاب والحرارة سبحان الله من كان يعلمها زمن النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة أحبتي هناك آيات كثيرة للإعجاز العلمي ولكن نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته